وغموض يلف ملف استيراد السيارات وكذلك ملف تصنيع السيارات محلياً أو تركيبها على الأقل اليوم تقريباً فيه توجه بشكل عام إلى المضي للاستيراد على الأقل لكسر هذا الاحتكار الكبير في السوق المحلية وكذلك ارتفاع جنون لأسعار السيارات المستعملة محلياً مع دخول هذا القرار حيث النفاذ على الأرض الواقع اعتمادات مؤقتة ستمنح يوم غد لعدد من المتعاملين لمباشرة الإجراءات في انتظار حصول الاعتماد النهائي ومباشرة عملية الاستيراد متى ننتوقع أن تصل الأولى هذه الكوطات بين قوسين السوق المحلية وهل سينعكس بشكل عام هذا القرار قرار الاستيراد السيارات من الخارج على انخفاض أسعار السيارات بشكل عام في الجزائي؟ شكراً على الاستضافة في الحق الأمر هذا الملف تأخر كثيراً في معالجته كنا ننتظر أن تفرج الوزارة الوصية عن ملف السيارات في أقل من ثلاثة أشهر أو أربع لكن هذا الملف أخذ أكثر من عشر أشهر ومؤخراً تم الإعلان على تصريف الاعتمادات أو منح الاعتمادات المؤقتة وهذا في حق الأمر كذلك حتى هنا نلاحظ أن هناك غياب لقيمة الوقت حيث لا نعرف ما الفاصل الزمني بين الاعتماد المؤقت والاعتماد النهاي معنى المدة التي تستغرقها دراسة هذه الملفات لكن العارفين بالشؤون وزارة للصناعة يؤكدون أن أول كوطة سوف تصل إلى الجزائر ممكن أقوله ممكن على حسب تعبيرهم في جوان الآن الآثار وانعكاسات هذا الموقف أو هذا القرار على أسعار السيارات التي ارتفعت ارتفاعاً جنونياً نظراً لما تعيشه أو ما يعيشه الاقتصاد الجزائري بصفة عامة معناه الآن مصانع التركيب غلقت أو تم تعطيلها حركية التجارة كذلك معطلة وبالتالي ارتفعت أسعار السيارات بصورة جنونية الطلب المحلي للسيارات يقال أنه لا بد من توفير تقريباً 300 ألف سيارة ليكون هناك توازن في الطلب لكن الإشكال الآن هل نتوقع فعلاً بهذه السيرورة أو بهذا المسار الذي تسير بها أو بهذه الوتيرة التي تسير بها وزارة الصناعة في معالجة هذا المشكلة هل يمكن أن يكون له أثار إيجابي على الأسعار في اعتقادي لا أظن ذلك لا أظن ذلك أننا دخلنا في نفق مظلم لمعالجة هذا المشكلة الذي كان بالإمكان أن يعالج معالجة اقتصادية لأن لو تشوف المبررات الاقتصادية كرجو الاقتصادي نحن دائماً نلجى في الظرف الحالي الذي تعيش فيه الاقتصاد الجزائي إلى المحافظة على احتياط الصرف هذا الذي يهم لي مواجهة ما يمكن مواجده من إذا طالت أزمة النفط وبتالي معالها لا بد أن نحافظ على نفاذ العملة الأجنبية إلى الخارج لا بد الآن أن نختار ما يسمى بالبادائل التي تدر وتخدم الاقتصاد الوطني ونحافظ على احتياط السعر الصرف كذلك لا بد أن نحافظ على القدرة الشرائية لا تنسى أن مؤخراً أسبوع الماضي انخفاض الدينار مقابل اليورو بطبيع الحال هذا لا بد أن يعالج في مثل هذه الملفة الثنين أنا الحقيقة كنت تفاجأت لما الوزارة تحدثت عن ملف الاستيراد المفروض الذي يؤهل المؤهل الوحيد للحديث عن استيراد السيارات هي وزارة التجارة ليست وزارة صناعة الصناعة كان من المفروض أن تعالج مشكل تركيب السيارات وذلك من خلال رفع نسبة الإدماج ثنين خلق شركات ناشئة أو متوسطة التي تحدث عنها سيد رئيس الجمهورية في مجال المقاولتية لتوفيق قطاع المناولة هذا المفروض كان من المفروض أن يكون الشغل الشاغل لوزارة الصناعة في مجال المصانع التي موجودة الآن كيف نعمل تفسير هذا القرار من ناحية الاقتصادية ومن ناحية النجاة الاقتصادية بعد قرابة عشرة أشهر تقريباً تم اتخاذ القرار الاستيراد أو العودة نحو الاستيراد تقريباً تم الاستبعاد قرار الاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات التي كانت ربما لن تكلف الخزينة العمومية أي دولار في حال ما إذا مضنا في هذا القرار المواطن هو الذي سيتكفل بهذه النفقات وبهذه الضرائب محلياً يعني كان القرار الاستيراد السيارات المستعملة سيعود بالنفع أكثر على الخزينة العمومية من التوجه نحو استيراد السيارات الجديدة وتخصيص غلاف 20 مليار دولار في هذا الظرف الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني كالتفسير الاقتصادي ما هو تبرير وزارة الصناعة أو ما هو الأمر الذي دفعه في نهاية المطاف بعد عشرة أشهر بوزارة الصناعة أن تذهب والاستيراد بسفة نيائية شوف صدقني أنا متابع للشؤون الاقتصادية في قطاع الفلاحة وقطاع الصناعة وقطاع لم أفهم لحد الساعة التسريحات أو ما تقوم به وزارة الصناعة من حيث المنطق الاقتصادي الذي لا بد أن نمشي حوله الآن نحن نعيش في أزمة اقتصادية كبقية الدول معروفة أزمة اقتصادية انخفاض الطالب العالمي على نفط انخفاض أسعال بيترو وبالتالي مداخل نقصد بحوالي 40 و50% هذا حتى آخر تقريب صندوق النقد الدولي وكذلك أكاد مؤخرا بأن الجزائر فقدت تقريب 40% من مداخلها النفطية نعيش عجوزات في ميزان تجاري في ميزان مدفوعات عادي هذا شيء عادي لانخفاض إرادة الآن كان من المفروض هذه قلناها في سنوات سابقة في هذا المنبر أو من هذا المنبر قلنا لابد الآن لمعالجة هذه المشكلة هناك حلول استعجالية للقضاء على تفاقم الطلب المحلي نعيش سوق الجزائري سوق السيارة يعيشوا أزمة حادة قلنا لابد أن نرخص للمواطن الذي يملك القدرة من استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات وتم حتى تسكيتها من طرف البرلمان في المجلس الشعب في قانوني هذا الشيء كما أؤكد على ما قلته أن هذا سوف يخدم خزينة الدولة سوف يدفع ضرائب ورسوم الحقوق الجمهورية بطبيعة الحال بمرافقة ومراقبة السيارات المستوردة من طرف لجال مختصة في الجمارك هذا يعفي خزينة الدولة أن تتحمل استصرف العملة بالسعر الرسمي في البنك وبالتالي الآن واش نديروحنا نحن لا نكلف خزينة الدولة المواطنين يبقى خزينة الدولة تستفيد من الضرائق والرسوم هذا حل مؤقت قلناه في سنوات سابق هذا حل مؤقت ريثامة معالجة تجارية أكثر منها اقتصادي بطبيعة الحال ريثامة 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 تنطلق تركيب الصناعة لتركيب السيارات بنسبة اندماج قد تتطور نسبة انداج من 10 إلى 20 إلى 3 نحن كنا ننتظر أخي مولود أن وزارة الصناعة في أبارتير من جون في أن يحادل نظر في تفتر شروط تركيب السيارات أو صناعة السيارات بما يخدم الاقتصاد الوطني لأن علىه تم منح امتيازات خيالية لتركيب السيارات أضرت أكثر مما نفعت خزين بطبيعة الحال الآن كان من المفروض أن يعاد أنت عندك أرضية عندك عمل ناقص دي ديفاي معناها عندك نقائص في دفتر شروط السابق يمكن معالجته في شهر أو شهرين بالقضاء على النقائص التي تخدم الاقتصاد الوطني لماذا ننتظر عشر شهر؟ ومن بعد يقول لك حتى في تصريحات المسؤولين في وزارة الصناعة لما يقول لك لا نسبة الاستيراثة لا تتجاوز ثنين مليارد دولار أخي ثنين مليارد دولار هي الثلاثي بلغ عجز الميزان تجاري في الثلاثي الأول من سنة 2020 بلغة أمليار سنسون هذه ثنين مليارد دولار لها آثار وها كابير الآن لما تقول لي أنا راح نستورد ثنين مليار دولار يعني يضافوا إلى العجز معناها هو نافذ العملة الصعبة إلى الخارج البنوك أو البنوك ملزمة بهذا القرار بتوفير العملة الصعبة من أجل الاستيراد وبتالي معناه نحسوف نزيد ومن عجز بينما لو كان مشينا في قانون هذا أقل استيراد أقار من ثلاث سنوات كان الأمر لا يكون بهذا الشكل ريثة ما وكنا قادرين نستقطبوا ربما أموال جالية مثلا نفتح الآن الجزائر لها مقدرات وإمكانات يمكن استغلالها استغلال الأمثل يمكن أننا نقضي على الأزمة الاقتصادية من خلال سنوات لنصي لك ما تحدث السيد رئيس الجمهورية إلى الهدف المنشود وهو التنويع الاقتصادي التنويع الاقتصادي بهذا الشكل وبهذا المسار وبهذه الواتيرة وبهذه الإجراءات لا يمكن أن نصل إلى تنويع الاقتصاد الجزائي لما ترحت تستورد زيد لما تقول لأننا رح نستورد 200 ألف سيارة في اختيار خلينا من هذا التال العاشر اللي هو ملف الدراجات النارية معناها تسعة معناها تقريبا أن كل واحد لابد أن يستورد ذامير واتير أكثر من 20 ألف سيارة هذا الوكيل هذا هذا بإمكانه أن يستورد لوحده ثم سنكرس من مبدأ الاحتكار يعني حتى التضحية بـ 2 مليار دولار إن صح القول أو إن أجازل الظرف استعمال كلمة تضحية بـ 2 مليار دولار فهذا الظرف الصعب لمر به الاقتصاد الوطني هل هذا سينعكس في النهاية على وفرة في السيارات في السوق الوطنية هل سينعكس كذلك على انخفاض أسعى السيارات في النهاية لنقوم بتخصيص هذا الغلاف المالي 2 مليار دولار لا يمكن لا يمكن أنه عوض 2 مليار من خلال بيع ما يمكن استيراده هذا ما متفاق بي تشوف التحويل تاع أسعار العمولات معنا ترك رح تبيع بالدينار أنت تتمد الورو وتمد الدولار وتبيع بالدينار معنا هيتقل الآن الفرق في سعر البنك رح 16 معنا نخفض دينار موش الأورو طلع وقد يشكل ضغف آخر على دينار ثلين الأزمة التي يعيش المحلي في السيارة لا يمكن معالجها باستيراد 300 ألف سيارة هم بعد ثلاثة أنا أتسأل ما ما صير بمصانع التركيب الآن هل فيها آلات الإنتاج فيها آلات إنتاج فيها عمال فيها لماذا لا يمكن التطوير نسبة الإنتاج لماذا لم يتم الوزارة الصين تخصيص المجهود الجبار في مسألة ترفع من نسبة الإنتاج وتصحيح هذا الإنتاج لو نعود إلى قطعة هذه الاستراتيجية التي حد الآن غير واضحة يلفها كثير من الغموض بعث نشاط صناعات الميكانيكية بشكل عام وصناعات السيارات كنا نأمل أن يكون هذا القطع رافض من الوافع الاقتصاد الوطني وأن يعود بالنفع على الأقل المنظومة الاقتصادية بهدف تنويحها في الأجال القريبة ربما كان من ممكن أن نأخذ بعض النماذج الاقتصادية اللي مضاد في هذا الخيار صناعات السيارات هل فشلنا في اختيار ربما تجربة معينة على المستوى الدولي لبلد مثل قدرات الجزائر سطر مخطط واضح للمضيف الصناعات الميكانيكية ونجح في هذا النموذج لنطبقه هنا في الجزائر هناك العديد من الدول التي لها نفس الميزات لها نفس الميزات مع الاقتصاد الجزائري ونجحت نجاحا مبايرة في تنويع اقتصادها كانت نفس الإمكانية أو أقوله كانت أقل إمكانيات من الجزائر ومن الاقتصاد الجزائر ونجحت بفضل سياسة واضحة استراتيجية واضحة تخطيط واضح واضح المعالم كل شيء واضح ومفهوم الآن أنا أنا أستاذ في الجامعة لو سألتني كيف يفكر وزير الصناعة أو كيف تخطيط وزارة الصناعة هذه أقول لك والله لم أفهم ماذا يريد أو ماذا تريد وزارة الصناعة هل شغل الشغل كان الآن سيد رئيس الجمهور قال لك لا بد أن نصل للتنويع ما عد الآن الجزائر الاقتصاد الجزائري ما عندوش بديل ما عندوش بديل إلا أن يصل إلى التنويع ما عندناش إشكال الآخر إلا أن نصل إلى التنويع الاقتصادي لأن أصبحت طاقة أو الغاز والبترول أصبح لا يستطيع توفير كل ما يتطلبه أو ما يتطلبه عفوان الاقتصاد الجزائري وبالتالي لا بد من بدائل اثنين هذه البدائل الأخمولون لنا من الإمكانيات لنا من الميزات التنافسية ما نستطيع من خلالها إذا توفرت إرادة واستراتيجية واضحة أن نصل لتنويع شوف بعض المختصين تكلموا عن الملف الصناعة أو التصنيع السيارات في الجزائر كان من المفروب ومن الأجدر أن تكون الجزائر بوابة لتصدير السيارات إلى إفريقيا كان من المفروب نملك إمكانات نملك مقدرات يمكننا أن نستغل الفارغ أو الأرضية الخصبة التي يوجد عليها السوق الإفريقية لتصدير السيارة أصبحنا لا نستطيع حتى تلبية الطلب المحلي وبالتالي معنى هذا إن دل على شي فإن حتى مسألة محالجة مثل هذا الملف لا يتطلبوا مثل هذا الوقت هذا الوقت ملف عندك إشكالية عندك مشكلة نعايشين فيها طلب زيادة طلب المحلي التركيب السيارات تم توقيفها إذن عندك بديل آخر الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على الاقتصاد الجزائري بجائحة كورونا عندك حل بديل أنني نخلي المواطن يستورد السيارات للقاضة المؤقت على هذه الأزمة أريثها ما نحدث إقلاع في مجال سيدية عندنا حل أننا نقيم مشاركة جادة لماذا لا نقيم مشاركة جادة لماذا لا ندعو الشركات الأم التي تركب شراكة جادة معها ثانيا نحيل البجال إلى القطاع الخاص عندنا قطاع خاص لو توفرت الأرضية وكانت هناك مراقبة ومرافقة من طرف الدولة لأمكن القطاع الخاص أن يحقق قفزة نوعية في تركيب السيارات وحتى بعض قطاع مناول حقيقي استيراد قطاع الغيار فقط الأرقام مقدمة حاليا مليار ومئتين ألف دولار قيمة استيراد قطاع الغيار كنا ربما قدرين نمضي في هذا الجانب قبل الحديث عن دفتر شروط صارم لصناعات استيراد المحلية وهذا هذا الرقم الذي ذكرته أخ مولود هو عامل من عوامل جذب المستثمر الأجنبي المستثمر الجدي الذي يريد تبعث مشاريع تبعث عن طريق شراكة حقيقية لذيق الوقت شكرا جزيلا لكن نتمنى فعلا أن يتحقق هذا الحلم وصناعة بعد صناعة حقيقية الوصول إلى صناعة حقيقية للسيارات فيها الجزائر شكرا لك الأستاذ العربي وإستاذ اقتصار بجمعات الجزائر لكل هذه الإضاحات فاصل مشاهدين ونعود إليكم